في إطار مرحلتها الثالثة، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماماً كبيراً بالمواكبة الصحية للأطفال المتمدرسين في وضعية هشة بإقليم العيون. المشروع الذي أطلق سنة 2021 يهدف إلى تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية هشة بإقليم العيون. كدرنا نضع دار كدعطيني الدول والدي داروا لي التحاليل على براء كنشكر مبادرة كاملين كنشكرهم ليجعل ربي زازهم ويسهل عليهم يا رب. هذه الحملة يعني شام ثلاثة المجالات مختلفة الأولى كانت تتبع الصحي للأطفال من ناحية الطب الأسناء الطب العيون من بعده اللي هو استفاد منه حوالي خمس أو ست أطفال تم توزيع النظارات عليهم ومن بعده نتساقلنا إلى الطب الأسنان والمجال التالي هو الطب الأذن والحنجر والطب الباطني. المشروع الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة خصصت له ميزانية قاربت تسعمائة وستة آلاف درهم ويستهدف أزيد من ثلاثة آلاف وسبعمائة تلميذة وتلميذ ينحدرون من أسر معويزة. تقوم الجمعية بالتتبع الصحي للأطفال منذ الموسم الدراسي 2021-2022 وذلك لعرضهم على تخصصات كطبيب الأطفال وطبيب الحلق والحنجراء وطبيب العيون وطبيب الأسنان وكذلك الجراح وهذا كله في إطار التتبع الصحي. المواكبة الصحية للأطفال المتمدرسين في وضعية هشة بإقليم العيون، ثمرة شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعية الثقة لمساندة المرأة والطفل في وضعية صعبة.